طلب الرئيس لبنانيو ميشيل عون السلطات القضائية المختصة بالإسراع في كشف ملابسات وأسباب انفجار محافظة عكار وتقديم المتسببين إلى المحاكمة وقد جاء ذلك خلال ترأس عون لاجتماع المجلس الأعلى للدفاع حيث حذر من تسييس المأساة داعيا إلى إظهار أقصى درجات التضامن في هذه الظروف الصعبة كما طالب عون أيضا الأجهزة العسكرية والأمنية بضبط الوضع العام في منطقة عكار لتفادي أي انفلات أمني حماية لمصالح المواطنين وسلامتهم